بروفسور شكرا لدعوة ورحب الجميع حقيقة هذه الحرب بين الرومة الشرقية والغربية لكن تأكد بعد زيارة قبل شهر لروسيا أن روسيا يرون أنفسهم الرومة الشرقية وهذا تقرار حرب كرم حدث بعد 170 سنة منه آخر طبعا بهجمات اليوم أو قصف الجسر اليوم أيضا رسالة قوية وبدون رد قوي روسيا ممكن تخسر معنويات الحرب أيضا يتغير بشكل ملموس طبعا راحت سمعة الجيش الروسي بفشل في البداية أيضا بهذه القصفات أو هجمات المضادة كمان يعني يري أن روسيا لم يكن جاهزة لهذه الحرب وتفشل لقيقة ما ممكن الجيش يعني كبشر يعني لم يكن مدربين بشكل كافي أعملوا أخطاء كثيرة أيضا أسلحة سمعة الأسلحة أيضا خسرت خاصة بالمسيرات التركية بايل أكتار والآخرين وهناك دعم بدون حدود يعني بلا حدود دعم الغربي أمريكي لهذا الحرب ولوبي الأسلحة طبعا مبسوط باستمرار الحرب وهم شنوا هربين على جيوبهم وبدون شرعية ضد يعني ضد أفغانستان وروسيا أنا أخصة أمريكا كان بدون شرعية دفعوا ممكن يعني أربعة أو خمسة تريليون دولار من جيوبهم الآن في دعم لهذا الحرب يعني وهذا الحرب أيضا ليس يعني بين أمريكا مباشرة يعني أمريكي لا يموت في هذا الحرب إذن لوبي مرتاح جدا باستمرار هذا الحرب وأتوقع يعني هم جاهزون الرسالة اليوم كمان إما أمريكا جاهزة باستخدام الأسلحة النووية من طرف روسيا أو لا يتوقع يعني ممكن روسيا يستطيع أن يستخدم النووي ويصعد المشهد اليوم وهذا طبعا يعني لك أيضا لازم أن ننتبه أن الروس والأوكرانيين هم ابناء العام يعني هم أقرباء لكن الأمريكان أو الغرب عموما نجحوا بتحريض الطرف على آخر هذا يعني هندسة اجتماعية سياسية هم نجحوا فيها ونحن نعرف يعني الأوكراني الآن قلبا يعني وقالبا ابتعدوا عن الروس بشكل بشكل كبير وهم لغتهم وثقافتهم ودينهم واسهبهم يعني قريب من بعض وهذا طبعا يعني استثمار في السياسة وأيضا تحويل المجتمعات ونرى كمان الدرس لنا في محاولة تحريض العرب ضد الأتراك والعكس والكرد يعني نحن إخوة وهنا هم أيضا يحاول نفس الشيحة أحيانا يعني كما قلت يعني قبل قليل يعني هجمات على السعودية والآخرين يعني لا يصح لأن يعني نحن مسلمون ونحن جيران والإخوة يعني والتحريض عد موجودة بين يعني عرب ضد الأرب إلى آخر لازم أن نتجاوز الآن في فرصة لنا لتحويل لتوحيد الصفوف بين الأولاد الأمة الإسلامية يعني وحقيقة يعني أنا سعيد باستقلالية الاستعودية أكثر بولي رح نتطرق رح نتطرق الآن لهذا الموضوع وأرجو أرجو وجودك لأني أحب أسمع رأيك بس بما يخص الأزمة الروسية وأنتم على الجهة المقابلة لروسيا في البحر الأسود يعني كيف شايفين التطورات اللي عم بتصير لأنه الآن يعني ضرب الجسر فيه كثير من العتاد والأسلحة سيتم نقلها عبر الأسطول الروسي وكان فيه تحليلات أنه قد يتم ضرب الأسطول الروسي نفسه هذا بعرض البحر الأسود لمشاكل يعني أنتم في تركيا كيف ترون هذا الموضوع وهل عندكم مخاوف أو لا طبعا طبعا يعني روسيا عندها هم يرون أنفسهم وارثين للرومة الشرقية وطبعا مقره إسطنبول يعني لهم مطامع ضد إسطنبول والمضيقين وهذا تاريخي وبعدها طبعا لو يسيطر على كرم والأوكرانيا البحرية يكون ضغط على التركية يعني ونحن لا نريد ذلك وأيضا يعني ضغط على الجمهوريات المسلمة الأتراك في أسيا الوسطى أزربيجان أزباكستان قذكستان إلى آخر هم سيكون ضعفاء أكثر إذن نجاح روسيا ليس ليس لصالحنا يعني أموما وبالحرب طبعا لشن الحرب يعني حسب القواعد تركيا لو في حروب بإمكانها أن يوقف في السفن الحربية في البصفور يعني عندها حق قانونيا لكن السفن الأخرى يعني يعبر بالراحة أموما يعني نحن أيضا موقف الروسي طبعا أنا أستمع بإخوة طبعا بكل احترام في دافع عن الروسيا ومدافعين عن الأمريكا يعني نحن بعيدا عن الاثنين أصلا يعني لا فرق بين روسيا وأمريكا كثيرا بأزماتنا مثلا في سوريا في اليمن في ليبيا هم يعني هم مع دمار أكثر مع لم يعني مثلا في موضوع اليمن هل في فرق يعني بين أمريكا وروسيا لا أظن في ليبيا في سوريا إلى آخر أنا يعني لا أرى خلاف بينهم والصين أيضا ممكن لازم أن الصين مرتاحة جدا بهذا الحرب لأنهم كسبوا وقت طويلا أو كافيا لممكن يعني إنساء إنساء الصين البديل الحقيقي لأمريكا ونتذكر أن ترامب يعني كان في وشك شن الحرب على الصين والآن طبعا صين مرتاح لأن الغرب وأمريكان انشغلوا بحرب روسيا وهم حتى ممكن خذوا احتمال يعني هم خذوا روسيا قالوا نحن معكم والآن يعني يبتعدون عن دعم المباشر لروسيا وهذا طبعا لعبة الأفيال ونحن أصلا يعني متضررا بهذا الأمر لكن في فرصة لتوحيد الصفوف وتعاون بين الدول الإسلامية والمنطقة العربية الشرق الوسطية إلى آخر نحن جيران عشنا ألف سنة معا ونستطيع أن نعيش أكسر ونقوي بعض أكسر هذا تصوري شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك أكيد أنه نعرف أن نعيش مع بعض صح ونحترم حقوق الجار بس يبدو الأمريكان لهم رأي مختلف يا أستاذ هذا الحوارات أصلا يفيد هذا بناء الثقة والقراءات تقيقة نتعلم من بعض ونقرب الوجهات يعني هذه المصاحات يفيد أيضا لتقريب الوجهات والرؤى يعني شكرا يزيلا